نروح معاكم للنادي الاهلي والله هيخوض مباراته النهاردة قصود الاتحاد السكندري هتكون الساعة 9 مساء على استاد بورج العرب في اسكندرية وده ضمن أكيد طبعا منافسات الجولة التسعة والعشرين من مسبقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإطارة والمتعة الكروية بطبعا زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي هيخوض مباراته النهاردة بمجموعة من اللعيب النشئين والراجعين من الإصابة بعد ما قرر مجلس إدارة الاهلي ان هو يكمل مباريات الدوري بالنشئين وهيدخل النادي الاهلي مبارات الليلة أكيد هو بيدور ان هو يستعيد نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبي مع فرقه في الجولة الأخيرة من المسابقة وفي المقابل خسر الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف من طلاع الجيش في نفس الجولة وبيحتل النادي الاهلي دلوقتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز رصيده 56 نقطة بعد طبعا ملاعب 27 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لعيبة النادي الاهلي 51 هدف وتلقت شباكه 20 هدف ولسه طبعا عنده مباراة متأجلة مع الإسماعيلي وبيحتل الاتحاد السكندري المركز 11 رصيده 33 نقطة لعب 28 مباراة فس في 8 لقاءات تعادل في 9 مواجهات خسر 11 لقاء وسجل لعبته 35 هدف وتلقت شباكه 45 هدف واستقار الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي بقيادة البرتغالي سوارش على تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ومن المتوقع ان هو هيخوض النادي الاهلي المباراة النهاردة بتشكيل مكون منه في حراسة المرمة علي لطفي في خط الدفاع كريم فؤاد عبد المنع متولي ومحمد أشرف خط الوسط محمد محمود يونج وفخري في خط الهجوم ميكستوني فرستاو وعلي عمر وعلى الجانب الآخر أكيد بيسعى الاتحاد السكندري بقيادة عماد النحاس ان هو يحقق نتيجة إيجابية عشان يصحح طبعا وضع الفريق في جدوى للدوري ويهرب كمان من منطقة الخطر وحذر عماد النحاس لعيبة الفريق ان هما يطراخوا في ظل القرار الاهلي ان هو هيلعب بالنشئين وطالب كمان اللعيبة ان هما لازم يركزوا ويبذلوا قصارة جهدهم عشان يقدروا ان هما يحققوا الفوز على المارض الأحمر ويساعدوا جماهير سيد البلد وتكون كمان المباراة دي بمثابة مصلحة مع جماهير الاتحاد السكندري وأعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد ضم 21 لعب لقيمة الفريق وضمت القيمة محمد عبد المنصف، صبحي سليمان، سيد سالم، صبري رحيل، عبدالله نصيب، مروان عطية ومحمود شبانة، وهشام صلاح، مرو سليبو، سعيد سامبوري وبنجمين بواتنج، أحمد نبيل منجة، خالد الغندور، إبراهيم حسن نادي الرمضان، فوز الحناوي، أحمد عادل، كريم الديب، كريم يحية، عبدالغني محمد وبلال السيد، أحمد راشد، أحمد التوم نرجع بقى لأخبار النادي الأهلي وبيستعد التونسي علي معلول الظاهير الأيصر للنادي الأهلي هو يستفر لبلاده خلال الساعات اللي جاية دي عشان يقضي هناك فترة الراحة اللي حصل عليها بعد قرار إدارة النادي الأهلي ان هم هيكملوا مباريات الدوري بالناشعين والرجعين من الإصابات عشان طبعا يواجه حالة الإجهاد العرمة اللي بيعاني منها أغلب لعيبة النادي الأهلي